بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتد مع بعض الجزء الثالث من الفصل الثالث لمقرر هندسة البرمجيات في الجزء ده جماعة هنتكلم عن مقرر ما بين بلان دريفن ديفلوبمينت والأجيل ديفلوبمينت تعالوا نشوف مع بعض بنقول ايه بلان دريفن ديفلوبمينت والأجيل ديفلوبمينت بنقول بلان دريفن يعني ايه يعني التطوير اللي مبني على خطة مش كده اه يعني ايه يعني منهجية يعني ترتيب يعني الاكتيفيتز للبروسيس اللي احنا قدناها قبل كده ليها الاسبيسيكيشن وايه كمان والديزاين والإمبليمنتيشن والتستين كل ده مترتب وراء بعض خطة طيب عندما انتقل من خطوة لخطوة تانية في البلان دريفن لما انتقل من خطوة لخطة تانية لازم اتأكد ان الخطوة تقول انتهت ولما اروح للخطوة التانية يبقى كون انا عارف كويس جدا ان ايه ايه ان انا مش هسيب الخطوة دي اتنين دي الا لما انهيها النهاية كاملة طيب عايزة رجع الخطوة الاولى يبقى انا كده باهد الشغل اللي قبل كده معايا عايزة يقولك من قطة دي حتة مهمة جدا اذا ممكن نقول ايه بقى نقول ان الخطوات في البلان دريفن سيباريتد منفاصلة يعني مالهمش ها مالهمش علاقها مع بعض يعني مقدارش ارجع الخطوة اللي قبلها صح ولا لا جميل اذا في الحالة دي بنقول ان ها الخطوات في البلان دريفن منفاصلة سيباريتد مش كده طيب طيب نشوفي كاملتين دون مع بعض نقول ايه بقى ابلان دريفن ابروش ها توصف تور انجيرنج اس بيزد ارون سيباريت ديفلوبمنت ستيجز صح اه يعني تطوير لكن منفاصل كل خطوة بتنتهي بتسلم الخطوة اللي بعدها ملاحش علاقة بالاخرى طب طب في اجيل ديفلوبمنت بقى يا جماعة اللي بيحصل لقبولك لا لا استنى ده الاسبسيفيكيشن والدزاي والإبليمنتيشن حتى التستنج انتر ليفد متداخلين مع بعض ممكن خطوة تروح لها ترجع الخطوة اللي قبلها تاني اه في الحلقة ده جماعة دي ايه الفرق ما بين بلان دريفن وأجيل واحنا اتكلمنا عنهم برضو المحاضرة ايه قبل اللي فات�� معايا جماعة اه فاذا اه البلاندريفن واغيل دفلوبمنت دول الاتنين دول مع بعض لازم نقررونهم نشوف امتة تنتهج النهج ده وامتة ايه تاخد النهجة اجيل امتة تقولي انا ها استخدم بلان دريفن وامتة تقولي انا استخدم اجيل وطبقى عارف الفرق ما بين اثنين هما ايه جميل. تعالى شوف بقى الرسمي كده الموضوع دول بنقول ايه؟ في البلان دريفن ديفلوبمنت اللي هي البلان بنقول ايه؟ بنقول ان الخطوات منفصلة عن بعضها بمعنى ايه؟ دي خطوهيت تمت اللي هي تحديد متطلبات الهندسية في البرنامج ياليها خطوة design and implementation بس خلي بالك في فرق ما بينهم ما بتكلموش مع بعض هو انا بقى عند طريق requirements engineering ببعث requirements specification للخطوة اللي بعدها لكن دون تداخل معا جميعا؟ جميل طيب امتى بقى ارجع للخطوة دي ايه؟ تبص كلا على السحمة ده؟ ارجع لها لما يكون ايه هعمل ايه؟ اه هحدد الموصفات من جديد خالص وهضطر ايه؟ اهد اللي انا عملته قبل كده اذا التداخل هنا ما بينهم في قضلك الحدود وطبعا لازم يكون بحرص لانك انت بتهد الخطوة اللي قبلها معاي? طيب شايفيا السهم بالارجع ده جماعة فيوكي بحج spiders ده شايفو? ده معناه ايه؟ معناه ان علشان انتقل الخطوة الجاية لازم ارجع على نفسي واعمل testing واعمل تستينج وارجع على نفسي دايما عشان ايه؟ هاي؟ ماانتقلش من الخطوة الاولى للتانية الا ماäll ماكوان عملتها أمانة مراجعة جديدة. معاي؟ آه يعني ماي نفعش اتقل من الخطوة التانية الا بالمراجعة الشدة جدا عشان ايلا عرف كويس قوي انلمانتقل الخطوة البعدها هيحصل ايه؟ هيحصل اني مش هارجع لها كده. وكذلك هنا في design and implementation فيه برضو خطوة إرجاعية معناه ان انا براجع على نفسي دايماً تستينج دايماً انا بعمل ايه؟ تمام? لان علشان اتأكد تماماً ان كل حاجة حدثت في هذه ايه؟ في هذه الخطوة تمت على اكمل وجه. طيب ده بالنسبة طريقة مين يا جماعة؟ البلان ايه؟ development او بلان driven development. تعال بقى نشوف اجيل ميسود. اجيل development او اجيل ميسود عبارة عن ابانة. لما تكون الخطوات requirements engineering ممكن تتداخل مع design and implementation ودايماً بقى فيه تداخل ما بينهم. رايح جاي. مش كده؟ ها شايفين يا جماعة؟ اذا بيحصل تداخل ودايماً بيكلموا بعض. ممكن design and implementation يرجع لrequirements engineering. وممكن requirements engineering بعد التعديل يرحل مين؟ design and implementation يعني دايماً في حوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.